وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الاستقرار والأمن هما أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية مضيفا أنه بدونهما تصبح فرص النجاح قليلة جدا وأضاف الرئيس السيسي أن تحقيق الاستقرار والأمن ضروري من أجل جب الاستثمارات وبناء البنية الأساسية حتى لا تعيش الشعوب في دائرة من الأزمات لا تنتهي وما فيش استقرار وأمن في البلاد محدش أبدا من الشركات دي تحيبقى مستعد يعمل استثمار يجي يعمل استثمار يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر أو تخرب ده كلام مش هيحصل مش هتتعمل بنية أساسية للبلد دي من أصله وهتفضل البلاد تخش في دائرة من الأزمات اللي هي تنتهي والشعوب تفضل تعاني من ذلك فأنا بقول أول خطوة بقولها الكل من بيسمعني أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والأمن إن عدم فرص النجاح بتبقى يعني محدودة جدا اشتركوا في القناة